اليوم سنعمل على كورونا بالبشميل طريقة كتير كتير روعة وان شاء الله هتعجبكم مرحبا بكم ارجعناكم مصفى جديدة اتمنى الاشتراك القناة شكرا كتير للكم يلا على الوصفة لحمة مفرومة نصف كيلو خمسمائة جرام وبصلة بصلة مفرومة طبعا ممكن احنا نبدل اللحمة بفلاق الدجاج او ممكن نشيل اللحمة ونشيل الدجاج نعمل بالخضار ممكن نعملها بالخضار بدون لحمة اذا كان نباتيين نضيف الملح نصف معلقة صغيرة وفلفل اصمر نصف معلقة صغيرة مثل ما حكينا ممكن نعملها بدل اللحمة بالخضار بالزيلة والجزار اي خضار انتو بتحبوها نفس الطريقة بدل اللحمة وانا ما وضعت زيت انا اللحمة فيها دهون استخدامت الدهون اللي في اللحمة اذا اللحمة ما فيها دهون تقدروا توضعوا قليل من الزيل ملاح حان نسلق المعكرة انا رشة ملاح ونصف كيلو معكرانا على مية سخنة هيك صارت جاهزة حسب نوع المعكرانا ممكن تاخد خمس دقائق اقل اكتر حسب نوع المعكرانا من صفيها من المية وهيك جاهزة هل قد نعمل البشمد وضع دهون اي نوع دهون زبدة او زيت او زيت وزبدة اي نوع زيت اي نوع دهون تقريبا نصف كوب مية جرام اي نوع دهون زيت زبدة اي نوع زيت متوفر عنكم بصرة مفرومة او اقل من بصرة مفرومة حسب الزوق البصر حسب الزوق ممكن نضيف ممكن نقلل دقيق سلسان كوب مية جرام دقيق طبعا لو زاد شوية صغيرة في في امور لو زالت او او قلت شوية ما بأسر على الوصفة ولكن على سبيل المثال الفلفل اسود لو قلنا نصف معلقة حطينا معلقة بأسر على الطعم في اشياء ما بتأسر على الطعم الزيت اقل اكتر شوية البصل اللحمة ما بأسر حليب واحد لتر خمسة كوب بنحرك باستمرار بنشان الدقيق ينسجم مع الحليب والحليب بالاخاص لازم تقليب باستمرار على حرارة متوسطة لانو الحليب اذا انترك ممكن ينحرك دائما التحريب باستمرار نوضع الفلفل اسود والارغانو والملح بنحرك جبنة اختيارة اي نوع جبنة موجود اختيارة نوع الجبنة ممكن تضفوها وممكن ما تضفوها الجبنة لكن هي بتعمل تست عالي بتعمل طعم مميز اي نوع جبنة انتو بتفضوها بتحبوها او ممكن تعزفوها والارغانو نفس الشي هو اختيارة الارغان هو مثل الزعتر البري بنضيف على الماكرونة 3 ارباع الكمية وبنوفر له الربع مثل ما تنشايفين للوجه بنضيفه على الوجه هذا الربع الفاضل في الوعه بنحرك مع بعض حتى تنسجم وهيك جهزة بنسكوب الماكرونة وبعدين اي اه لو مش متوفر حليب سائل ممكن احنا نضيف حليب بودرة ع كل لتر ماء كوب حليب بودرة مئة جرام ع كل لتر ماء كوب حليب بودرة مئة جرام ضفنا اول طبقة مع كرونة ثاني طبقة لحمة مفرومة وبعدين طبقة ثالثة مع كرونة طبعا اذا حبين ممكن نضيف لها مع علاقة معجون طماطم على اللحمة اذا انتم حبين ونضيف ونضيف المتبقى البشمال الربع ونضيفه على الوجه مثل ما حكيت ممكن مع اللحمة نضيف مع علاقة معجون طماطم مع اللحمة اختياري نبشور الجبنة ونسى اشي لو لو غير متوفر الجبنة ما في مشكلة وهيك اصبحات جاهزة ويفضل تمسحوا الوعاء كابل ما دخلوا الفرن تمسحوا الوعاء من الاعلى من شان ما ينحرق طبعا ندخلوا على فرن حرارة 200 درجة مئوية اهم شي انه يحمر الوجه لانه كل شي فيها مستوي يعني فقط حتى تنسجم ويحمر الوجه هذا اهم شي لانه كلهم مستوي اللي فيها صحة و الف عافية كل عام وانتم ب الف خير انتظرونا بصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة